اشتركوا في القناة ايضا لا تنسى لدينا المزيد ايضا من قراءة مؤشرات النمو في الولايات المتحدة الامريكية الى اي حد ربما ستنعكس هذه البيانات وتعطينا اشارة واضحة على القرارات القادمة الفيدرالي بتكيد رولا نحن شفنا ان الاقتصاد الامريكي كبيانات اقتصاد جزئي لا تزال تظهر انه في عندي اداء ايجابي جيد ولكن لا تزال تعكس مستويات التضخم الحالية مستويات اعلى بكثير من مستهدفات البنك المركزي وكانت اللسان الفيدرالي واضحا خلال الاسبوع الماضي انه الانظار لا زالت تتجه او انظار الفيدرالي لا زالت تتجه نحو ضغط التضخم باتجاه المستويات المستهدفة عبد 2% وممكن انه ينهي العام هذا خلال عند 3.5% ولكن الابرز من ذلك رولا انه البيانات استمرارية صدورها بهذا الشكل مثل ما منشوفها سواء كانت بقراءات مؤشرات مديري المشتريات او قطاع الخدمات او قطاع التصنيعي جميعها تشير الى انه بدأ فعليا الاقتصاد الامريكي نقترب اكثر من التبينج بوينت او نقطة التحول او نقطة الاختلاف فيما يتعلق بنمو الاقتصاد ومن هنا ممكن ان نبحث عن ضعف اكثر في اداء الاقتصاد حتى وان سبب ذلك ضعفهم في مستويات التضخم ولكن هو ضعف النمو بحد ذات وممكن يدخلنا بكساد وبركود اقتصادي اكثر حتى في الفترة القادمة نعم رائد لكن اود ان انوه الى ان البيانات هذا الاسبوع التي ننتظرها ايضا بيانات الانفاق لاستهلاك الشخصي الامريكي ايضا كيف سيكون تأثير هذه البيانات على توجهات الفيدرالي الامريكي وايضا على تحركات الدولار نحن بالنسبة للبي سي اي نامبرز او الانفاق الاستهلاك الشخصي من احد اهم المعايير التي ينظر اليها الفيدرالي الامريكي لانه يعني تعبر فعليا عن مقدرة الشراء للافراد اعتقد قراءته الاخيرة كانت عند الخمسة ونصف المية ممكن انه نشهد قراءة ادنى من ذلك في القراءة المنتظرة خلال تعاملات هذا الاسبوع ولكن نعود ونكرر ممكن نبدأ نشوف حتى ضعف وبطء في عملية التغير في مستويات الانفاق الاستهلاكي وليس يعني انه عما يتراجع عنا الرقم ولكن هو النتيجة تغير بالطبائع الاستهلاكية او بسلوك الاستهلاكي عند الافراد بنتيجة ارتفاع الاسعار وبنتيجة ايضا القلق من الفترة القادمة ممكن ان نشوفه اكثر وضوحا على هذه المؤشرات يترافق اكثر في الفترة القادمة مع تراجع بالمؤشرات التصنيعية التي تظهر انه بعض السلع لا يتم استهلاكها كما كان سابقا وهنا نبدأ في مرحلة الركود اعتقد انه راح تبقى التضخم يعطي اشارات ايجابية للفدرال الامريكي انه يستجيب لمستويات رفع اسعار الفائدة الاخيرة ومن المتوقع ان الدولار الامريكي نوعا ما يبقى تحت الضغط خلال تعاملات هذا الاسبوع بناء على الارقام المتوقعة نعم اذا كنا نتحدث عن السياسة النقدية للفدرال الامريكي دعنا ايضا نتحدث عن السياسة النقدية للمركز الاوروبي والاتجاه العام للتجديد السياسة النقدية في ظل ارقام نمو تشهدها المنطقة الاوروبية كيف تقيم الاداء هل سيستمر المركز الاوروبي بنفس الوتيرة هل سيراقب الفدرالي وتحركاته لديه قراءة مختلفة لانه كريستيلا جارد بدأت متأخرا في عكس اتجاه السياسة النقدية يعني اذا نتحدث عن اسعار الفائدة فهي لا تزال اقل من تلك قرينتها في الولايات المتحدة الامريكية نحن عند 2.5% لا يزال المجال مفتوحا بعض الشيء لكريستيلا جارد بمزيد من رفعات اسعار الفائدة مستويات لفتنا بشكل واضح قطاع الخدمي الذي يقود النمو في واشرات تديري المجتريات الاوروبية لاحظنا انه هو على ارتفاعا وخصوصا في المانيا وفرنسا مع الوضع السلبي الذي نشهده حاليا اعتقد بالقراءات القادمة رح نشوفه في تراجع وفي اختراءات دول مستويات الخمسين لكن اعتقد بالنسبة للمنطقة الاوروبية مجموعة من المخاوف الكبيرة تم تلاشية وظهرت مخاوف جديدة كان في عنا مخاوف الطاقة بدأت تقل تأثيرها بشكل كبير جدا على الاقتصاد الاوروبي وفي نفس الوقت بدأت تظهر عندي مشاكل البنوك ويعني اعتقد اعتقد الموازنة بين هذين الامرين عملية هامة في الفترة القادمة بالتالي ممكن انه نشهد من قبل البنك المركزي الاوروبي تباطئ بعض الشيء في عملية تشديد السياسة النقدية تجنبا انه يكون في عنا اي اثر كبير على البنوك التي ابدت عدم رغبتها في التوسع في عمليات الاقراب ورفع مستويات السيولة بشكل كبير في الاوينة الاخيرة خصوصا على خلفية ما يحدث في كريدي سويس ودويتشا بانك اللي تراجع من شكل حاج جدا خلال تعاملات الاسواق أشكرك ضيفنا سيد رائد الخضر كبير استراتيجي الاسواق في مجموعة اكوتي اشتركوا في القناة